شركة البحرين وأنها لن تتخرجها في توفير منتجاتها طوال العام لجميع المستهلكين تنفيذ لتوجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم المتواصلة في توفير وتعزيز الأمن القذائي والاستثمار فيه لتلبية احتياجات المستهلكين في كافة أرجاء المملكة يأتي استمرار مجلس الوزراء بتبني المبادرات التي تكفل تحقيق الأمن القذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية لتزيد حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين القذاء واستدامته وسلاسل الإمدادات ورغم التحديات التي تعصف ببعض دول العالم وتأثيراتها على الأمن القذائي في العديد من الدول تواصل شركة البحرين لمطاحن الدقيق تكثيف جهودها الدؤوبة لتحسين كفاءة منتجاتها ورفع إنتاجيتها بما ينعاكس على رفع مستوى الأداء وتحقيق مزيد من النجاحات بالإضافة إلى تحقيق الأمن القذائي الكافي لكل من يعيش على أرض مملكة البحرين وفي سياق متصل أكدت شركة مطاحن البحرين أن مخزونها الاستراتيجي يكفي احتياجات المملكة حتى شهر يناير من العام المقبل مشيرة إلى وصول شحنة من القمح مع حلول نهاية شهر يونيو المقبل كما أن أول أسبوع من شهر إكتوبر المقبل سيشهد وصول شحنة أخرى إلى المملكة مؤكدة استعدادها التام لمواكبة أي مستجدات وفق خطة طوارئ معتمدة إلى ذلك عملت مملكة البحرين ومنذ زمن على تحقيق الاستدامة للأمن القذائي لتؤكد على ضروراته الملحة في العمل والبناء والمواصلة على تحقيق استراتيجية الأمن القذائي الوطني من خلال المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء هذا وتحرص المملكة دائما من خلال وضع المبادرات والتشريعات إلى جانب الخطط التي تساهم في تعزيز الأمن القذائي الوطني والاستثمار فيه بما يكفل تحقيقه في كافة المجالات وإحراز التقدم فيه في معاشراته في حلول عام 2030 لما له من أثر كبير على الاقتصادات والاستغرار السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية